احنا بتبقى عندنا يعني أنا كنت دايما موجود معهم بالذات في المعسكرات فالمعسكرات بقى مقفولة علينا تمام فدكتور فكري ايه أنا هجيل عندنا انا عاوز عاد اتكلم معك شوية و انا عاوز عاد اتكلم و يقول لي بقى هو حاسبي ايه الامن ايه المطشة شايفه ازاي فيه اوقات بقى طبعا بحكم انها بقى يعني زي ما قلت حيك انا بقى بقى قاري فانا كان دايما يوم المطشة الصبحية بقى فيه محاضرة زي ما فيه محاضرة مستر مانوت كانت ها محاضرة مستر مانو كانتوا محاضرته بقى قبل المطش انا محاضرته بعد الفطر الصبحية انا نكون اري PA اتكلمت ازاي تتعامل معه معه الجماهية و اتتكلمت ازاي تتعامل معه انت عارف اللعيبة من الزات في المغرب العرب يبقى فيه شوية استفزازات ممكن يعملوا مع اللعيبة sendiri إذا كانتنا بيعاوزين يخرجوك من الملعب قلت لهم إزاي يتعاملوا معاها في بعض المشارات ببقى مثلا مسموعة مثلا الحكم ده ممكن يستفزك ممكن يحطك تحت ضغط ممكن ده إزاي تعمل معاك كل الحاجات دي أنا كنت تبقى بقى قريهة هاي لأن أنا يمكن أحد الحاجات أن أنا ما كنتش ببقى محسوب كأن أنا طبيب أن أنا على الجهاز الطبي ولهم كل احترام ولكن أنا كنت محطوط ضمن الجهاز الفني فأنا كنت ببقى قاعد وعارف الخطة قوي ساوي عارف مستر مانو حتى بقى ممكن أبعارف اللعيبة الأساسياء اللي هتلعب قبل ما اللعيبة هتبقى عارفها عارف مستر مانو بيفكر في خطة زي قبل ما يبقى عارفها لو مستر مانو مثلا قبل المطش أنا عارف أنه هو مثلا عنده هو خطوة أو لعيب معين هو باني عليه خطة أو هيتطلب منه حاجة معينة أنا بقى ممكن أبقى عارف قبل يومين ثلاثة قبل يومين ثلاثة أبتدي أنا أتكلم معاه وأبتدي أحطه في التأهيل سؤال هنا بقى سؤال هنا مهم جدا هل فمرة رحت للمانو الجوزيه وقلت له اللعب ده أوتوفمود اللعب ده مش هيعرف يديك أنا حاولت معاه بس ظروفه ممكن الشخصية ظروفه الفنية مش هتخليه يعرف هي لعب الأداء ده ممكن أنت كلاعب مهارات بس بلاش المطش ده ممكن تكون عملت كده حصرت مرة واحد كنا في إحدى المطشات بره خارج وبحكم لنا يعني دور بتاعي كان قريب من اللعيبة فأنا مركز معاهم وحاجة زي كده فجيت قبل المطش بيوبين وقلت له قلت له أنا أمندكاتش أنا مش الكوتش أنا اللي بأخذ القرارات ولكن أنا على أن أنا أقول لك الوجهة النظر اللي أنا شايفة تمام؟ وأقول أنت تأخذ القرار قلت له فلان فلان بيمر بصروف معينة هو مش قادر إن هو إيه يركز وأنا عارف الكلام ده تمام؟ فقال لي أوكي ببساطة مالكش مالكش لازم يلعب وكلام ده أو قال لي أوكي أوكي هو قال لي أوكي بس هو كان هيلعب أو مش هيلعب فأنا معرفش لا بس أقل أنه هو تفهم الفكرة تفهم دورك لا بس بس في الفكرة دي كلها هو كان عارف كويس قوي تمام؟ يعني أنا عمر ما روحت عادت مع العيد وجيه مستر مانو لسألني أنت قلت له إيه أو عملت إيه لأ هو كان بيسايب لي كل اللي أقدر أعمله مفيش غير إذا كانت حاجات معينة أنا شايفها المصلحة الفريق فأنا اللي برجع له وحتى لو مثلا العيب مثلا على سبيل المثال ممكن يكون يعني مثلا ساعات بعض المدربين مثلا على اللاين بيزعه شوية أو يشغط شوية فممكن أبقى فيه العيب تصرف زي ده يأثر فيه فأنا لازم أتكلم مع المدرب ساعته قل له ده لو ده حصل هتبقى اللعيب هيخرج بره الماتش فبتبقى بس مواقف بسيطة اللي انت إيه قال له الشخصية دي مش من النوعية اللي انت لو زعلت لها حيبعده ده ده تعمله الموتيفيشن بطريقة منها ده تحفزه بطريقة غير دي لما غير كده هوت يعني هو كان بيبقى سعيب